أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير التي جاءت افتتاحيتها تحت عنوان معركة الوعي الأخطر على الإطلاق وتجسيداً للمسعى المعبر عنه في أكثر من مرة والمتمثل في إحاطة القوات المسلحة بكل الظروف التي تمكنها من إنجاز أفرادها المهام الموكلة إليهم بكل احترافية كما أشارت المجلة أيضاً لسلسلة الزيارات التي قام بها الفريق سعيد شنغريحة إلى مختلف النواحي العسكرية وكذا مقرات القيادة والتواصل شخصياً مع الأفراد ومعاينة يومياتهم وانشغلاتهم مجلة الجيش أشارت إلى رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلدة لذكرى 77 لمجازر الثامن ماي 1945 واختتمت مجلة الجيش بحصيلة مفارس قوة الجيش الشعبي الوطني والنتائج الباهرة المحققة مؤخراً اشتركوا في القناة